كيف يمكنك استفادة من كفاءات اللي هي في الخارج؟ شوف عون فاهمك حاجة كفاءات اللي في الخارج اللي تحب تدخل للبلاد وكين تهيئ لها المناخ باش تدخل لبلاد؟ نعطيك مثلا نقولوا عندنا جزائري كفاءة كبيرة في سمي كوندكتور يعني يخدم الشرائح الإلكترونية والحوايدات الدقيقة ويخدم في المريكان. كين نجيب الجزائر فنقربه؟ نعطيه بيرو القراش زرنان نجيبه يخدم شبانا يرى يخدم الراديو بس حكون غدوة دي سيدي أني نخلق قاعدة صناعية للشرائحة الإلكترونية لسمي كوندكتور بيانسير نعويط الجزائرين هم الأولين ونجيب أجانب نشريهم ثاني إن شاء الله هم بروكاش بي إن شاء الله سواء الله سيا رحضي كوندكتور 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 قاعدة صناعية للشيخة عندما كان قد يكون شواء الله سمي باردينترونين لسمي كوندكتور سمي بارديني في السمي باردينة المترجم للقناة 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 كلtaćم يجب تحاول لتحاول تحاول جانب أي منظور تحاول الأفضل تحاول المحضره في العمل ترجمة نانسي قنقر 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 نهاية الاسترابات قريبا على تحكي من الريقاتي ليتعا عندما تستمرد جهبا لزباع الأستهار حلوانًا بذلك المحتوى لعل؟ فإنه يروح هذا الرقال لا يوجد تمنير هذه الشيطة تتعليق حوال الناس نحيط لبراسالة